تعالوا نروح لي أخبارنا النهاردة ونبدأ بقائمة النادي الأهلي لمباراة مصر المقصة مباراة غدا إن شاء الله في حراسة المرمى محمد الشناي وعلي لطفي ومصطفى شبير خط الدفاع عرامي الربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وآيمن أشرف ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشا وليد سليماني ولويس ميكي سوني وزياد طاري ومحمد فخري وفي خط الهجوم مهاجم وحيد هو حسام حسن طبعا قيامة النادي الأهلي مليانة إصابات مستشفى الأهلي اللي ما بتفلش أبدا أبوابها مليانة إصابات تعالوا نشوف موقف المصابين في الأهلي هيعرفوا يرجعوا يلحوا يرجعوا قبل نهاية الموسم ولا ألا في بعضهم هيرجع في بعضهم مش هيرجع لنهاية الموسم تعالوا نشوف أول واحد هو عمر السلية تأكد إصابته بمزء في العضلة الخلفية خلال مباراة الجون الأخيرة بالدورة ويحتاج لفترة علاج تصل إلى شهرين وبالتالي انتهى موسمه مع الأهلي ولن يشارك في المباراة المتبقية من مصابقة الدورة الممتازة تعالوا في الدورة يخلص وحب 38 بيرستاو أصيب منذ نحو 35 يوما بتمزق في العضلة الضم وقاب من حينها عن الفريق إلا أنه عادة لمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الثلاثة أيام الأخيرة وأصبح بنسبة كبيرة جاهزا للمشاركة في المباراة لكن المدرب ريكاردو سواريش لن يتعجل في الدفع بيه قبل أن يكون لائقا طبيا وبدنام بنسبة مية في المية هيحل المشاكل كتير جدا سواء في ناحية الجناح أو في ناحية المهاجم الصريحة حسين الشحات تعرض الإصابة في غضروف الرجبة خلال الفترة الأخيرة ومن المقرأ أن يجري جراحة في قطر خلال أيام الجارية ما يعني غيابه لنهاية الموسم الجاري على أن يبدأ لعداد الموسم الجديد بعد التعافي من الإصابة محمد شريف أصيب خلال مباراة الكمة أمام الزمالك بنهاية كأس مصر حيث أثبتت الأشعة معاناته من مصجر في العضلة الضم وتأكد غيابه عن الفريق فترة تصل إلى شهرين وبالتالي انتهى موسمه مع الفريق ولن يتواجد إلا في فترة الأعداد للموسم الجديد نشوف اللي بعده طائر محمد طائر تعالى للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة فيوتشار بالدولة ويغيب من وقتها عن الفريق حيث يواصل عمليات التأهيل في الوقت الحالي ويحتاج إلى ثلاثة أسابيع من الآن للتعافي والعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباراة أحمد نبيل كوكا أصيب بمزق في العضلة الخلفية خلال أيام الأخيرة وأعني الآن لحاجاته لفترة علاج ثلاثة أسابيع قبل أن يعود للمشاركة في المران الجماعي ومباريات الفريق أمار حمدي أصيب بقاطر في الرباط الصليب خلال معسكر النادي الأهلي بالإمارات قبل كأس العام الأنداء والآن في مرحلة التأهيل من الإصابة وقد يعود للفريق بعد نحو شهر أو شهر ونصف من الآن أي أنه سيكون جاهزا على الموسم الجديد أكرم توفيق أعلى منذ أيام جاهزياته تمام من تدعيات إصابة القاطر في الرباط الصليب التي تعرض لها في كأس الأهم الأفريقية وشارك في أجزاء من تدريبات الفريق الجمعية موقعا لكن ما زال بحاجة للوقت من أجل إتمام جاهزيته البدنية والفنية وأكرم توفيق أيضا صعب يلحق هذا الموسم صراح محسن تعرض لشد خفيف العضل الأهمية خلال المباراة الماضية أمام الجنة إلا أن الإصابة لن تمنعه من التواجه مع الأهلي بداية من المباراة المقبلة التي تعكم مواجهة مصر المقص إصابات بالجملة إصابات بالجملة الله يكون في أون الأهلي بصراحة الله يكون في أون سوريش اللي قدم تصور مبدأي حدد فيه ست صفقات لدعم الفريق منها مدافع لعب وسط لعب وسط رقم 8 زي عمر السلية كده لعب وسط رقم 8 وجناح ومهاجم وباكلفت مكان علي معلول أو مع علي معلول أقصد يعني في المكان بتاع علي معلول والمفاجأ المفاجأ بقى إيه؟ أنه طلب اتنين اتنين باكرايت طلب اتنين باكرايت تعرف ده معنى إيه؟ معنى أنه عنده مشكلة مع محمد هاني وعنده مشكلة مع كريم فؤاد عنده مشكلة مع محمد هاني وعنده مشكلة مع كريم فؤاد طيب مين الباكرايت اللي ممكن هيبقى موجود الفترة اللي جاي في الأهلي؟ غالبا الأهلي هيعيد أحمد رمضان بكم المعارل اسموحة وبيتفاود على هشام صلاح لعب الاتحاد السكندري مع عودة أكرم توفيق للمشاركة في المباريات هتبقى وكأنها صفقة جديدة للسوارش في مركز الزهير الأيمن طلب اتنين بصراحة محمد هاني دائما أو غالبا مستوى متزبزد كريم فؤاد بصراحة بصراحة مش عايز أظلمه عشان دايما يلعب في ظروف صعبة مع الأهلي دايما يلعب في ظروف صعبة ما بلعبش في ظروف ميسرة أبدا وسهلة فالحالة ما تخلقش تقايم كريم فؤاد خاصة أنه هو موهبة انت عارف أنه موهبة جيدة في الفترات الماضية ده بالنسبة لي الصفقات اللي طلبها سوارش من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الفترة دي موسيقى